لا أدن لماذا سبحان الله تغفرت إلى ذهني فإن أنا جالس في هذه الجليسة اليسيرة هذه الحكاية التي أوردها بعض المتقدمين وهي أيضاً حكاية بالغة التأثير على الرجل كان من الصالحين وكان ذات ليلة يجلس وحده يقرأ في كتاب الله إذ هو يتلو سورة طاها إذ مر رجل يبدو أنه من معارفه فأحس به ثم مضى الرجل ثم إنه خافق به النعاس غلبه النوم فنام لمدة يسيرة لهنيها فرأى في المنام الملك وبيده الصحيفة يكتب فلان في الساعة الفلانية في المكان الفلاني تلا سورة طاها والسورة مكتوبة بأحرف النور طاها إلا موضع آية مش موجود فقال والله لقد تلوتها قال لا والله لقد تلوتها قال لم تتلوها لله قال بل تلوتها قال مر فلان فرفعت صوتك ليسمعك فلم تكتب الله 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 المستغاث والمستعان لا إله إلا هو في ناس ينادي على نفسه في التوك توك وفي اليوتيوب ينادي أنا اللي عملت كذا وكذا وكذا وأعمل كذا كذا بفضل الله وتظن أنك تعمل للآخرة مسكين اخبأ عملك الصالح المؤمن ما لم يغلب على عقله يكون له كثير من خبيئة العمل خبئ الأعمال لا تحدث لا زوجك ولا أمك ولا أباك ولا حتى ظلك فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت خبحت عن نفسك يا رجل لكي ينفعك يوم القيامة قال له لا والله تلوته قال له لا هذه لم تكن لله كانت للناس شفت سأل نفسك ستقول لي الآن مباشرة يثور هذا السؤال هل أصلي حين أصلي وحدي المغرب العشاء التهجد الصبح أي شيء في البيت كما أصلي حين أصلي بالناس خاصة إذا كنت إماما هل نفس التجويد والقراءة والترتيل وتجميل الصوت وإظهار الحزن والخشوع الله المستعان برده الله المستعان المؤمن الصالح حاله حين يكون منفردا أفضل بكثير مما يظهر من أحواله للناس والعكس وإيه صحيح المنافق والمتعتع والتعبان والجاهل والمغرور المغرور هو الجاهل طبعا لا معناها المتكبر لا المغرور هو الجاهل عنده جاهل ما يشفاهم ما يظهر من أحواله أفضل بمرات مما يبطن من أحوال علامة مخيفة مرعبها انتبه حاسب نفسك حاسب نفسك قبل أن تحاسب ترجمة نانسي قنقر